أقرأ بتاعة كل أسبوع فقرة الغراء والاستفسارات من كل الجماهير الموجودة لدور أدنك في الوطن العربي ومش في الإمارادس نتكلم على أسئلة متاحة لكل الأندية نروح لأول سؤال الزبال موريتاني شنغيت يقول أجانب الجزيرة سيخدم الفريق بشكل جيد وراهن على أن برونو سيصبح أفضل لاعبين في الإمارات بعد سنتين طبعا برونو لعب واعد جدا جدا صبعا هو في فئة المقيمين في الوقت الحالي ولعب في كل المركز ويلعب في الشق الهجومي بشكل ممتاز سنة اللي فادت لعب بكليفت أي شوية ينضبط شوية ويركز شوية إمكانياته محترمة جدا جدا أنت راجع مستوى علي مبخوت مخيف لا مش مخيف تهنى سنة اللي فادت علي مبخوت كان ثلاث مباراة الأولى ما جابتش ويهدا لا ستجلش والقيمة الثالثة ديما ما تخافش منها تمر بفترة صعيبة أوكي ما تشتهدش كثير أوكي ولكن معه مرور الوقت ويدخل في رتم المباريات بتحسه مؤثر جدا طبعا يقف معه نفسه قل ذلك بداية الموسم أعرف أن هذا البرود مش برود هو بس طبيعة شخص طبيعة إيه ولكن الشيء لا لا مزال يا شنقيت ما زادش على حده إلى حد الآن لأنك ما تعرش علي مبخوت بصراحة قيمة ثابتة وتأكد أنه بيرجع لتسجيل الأهداف ما فيش نقاش نحترم رأيك ونحترم تواصلك معنا في برنامج مورتاني شنقيت ناقد عيناوي هل العين بعد الفوضي بس ثلاث جولات والمستوى الجيد أصبح منافس مباشر على اللقب وجهة نظري من أقرب المنافسين على اللقب بعد الأداء اللي أنا شفته الأداء بيتساعد تدريجيا ومجموعة اللعيبة ممتازية المستوى الجيد خالد هي ما هيش 100% المستوى المتحسن أو المستوى اللي فيه تطور اللي فيه تحسن بس ما نقوله المستوى جيد مزال مش مستوى جيد المستوى اللي تقدم كان كافي باش يفوزه العين بثلاث مباريات ولكن العين منافس بطبعه وباسمه وباللي تحب بنتي أما الآن المستوى اللابل العالي أو الجيد مزالنا موصلنا لهش في العين ها باش نكونوا حاذرين جدا جدا هو التطور فيها زوبير التطور في البن الدفاع لحد ما جايدين على عكس الموسم التطور فيها زوبير بدكة بودراء اللي بقت عندها وفرة من اللعبين تريد سأيل بندر ما كانش موجود وما شفناش الفرق الكبير جدا ومع ذلك حتى كايل نفس القصة التلاتة اللي جمع جدد عملوا الفرق الكبير جدا في تحسن وبالنسبة لي فعلا تطور تطور ممتاز بالنسبة لريبي روف حتى المدرب هادي قل الكابتن خالد أحمد علي تحية لك وللكابتن زوبير سؤالي فريق شباب الأهلي محير جدا لا أداء ونتيجة مخيبة في المباراة الأخيرة ما السبب ماذا ينقص الفريق ينقص الفريق هي عملية التدوير بالنسبة للعيبة ينقص الفريق جناحين زي من شريبيه وفكر طبيع كفاية أو الاتنين دول واحدهم كان بينهلوا الهجمة بالنسبة لفريد شباب الأهلي نعم في الوقت الحالي مهدي قايده محمد جمع بليه حتى يحل غساني يعني وجهة نظري ما عملوش الإضافة حتى الآن مع فريد شباب الأهلي الأهلي ينقصه أن يكون عنده الجرأ الهجمة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت وعودت مجد حسن لمستوى لأن مجد حسن عليه علامة استفهام في مباراة المنتقى بتحديدنا وبالتالي نكلم على مجموعة لعيبة حتى وليد عباس نفس القصة محمد الرئيس يقول هل نادي الشارجة يستطيع يتحرر من اللعب الدفاعي في كل المباراة وهل إمكانيات مدافعية تخليه يقدر يلعب بصورة هجومية بشكل مريح تشوف يا محمد احنا في الشارقة تعودنا بلعب جماعي أو فريق ولكن في الفترة الأخيرة صار شوية اللغط على شوكروف على ماجد اللي عليهم نفس الأدوار يعني ما فيهمش حد يركز كثير مع الدفاع أو بأدوار دفاعية جيدة توقعنا من ماجد ماجد كنا ننتظر منه في الأدوار دفاعية طبعا للطراف لازم يعني في الليفل العالي وللمنافسة لازم تدافع بطريقة جيدة في فريق دافع والكورة معاه اللي دايما يستحوذ نفس ما الجزيرة في فريق يدافع بالضغط في فريق أنواع الدفاع ولكن الجزيرة البلوك دفاعه الشرق الشرق عفوا اختياره كان على البلوك من ثلاث سنوات مش من سنة منذ قدوم العنبري يفكر إلا في البلوك الدفاعي والأهداف نسجل أهداف نسجل اللغط شوية في الفترة الأخيرة مش على المدافعين بقدر ماهو على لعبة الارتكاز ونصر ملعب هي طبيعة مدرب وعقلية مدرب وقناعات مدرب بني بلعب دايما على البلوك بلعب على هجم مرتدة ولا حد ما ناجح مع فريق الشرق مدريدي مالك تحياتي كبات سؤالي على الواصل هل بعد الفسارة ضد الشرق يستطيع المدرب هلمان قادة الواصل اللي منفس هذا الموصف عن لقب الدور هو لسه مدري ولكن إذا اقتنع هلمان أن الرأس الحرب محتاج دعديل أنا برأيي إذا أراد الواصل المنفس هذا الموسم على أحد الألقاب يجب عليهم تعاقد مع مهاجم هداف وأنا معك بيزم 100% بأن أكثر من 10 سنين بنيتكلم على مهاجم هداف وكم مرة أنفق الواصل على مهاجم أنا هدفين وما كانش فيه هدفين والهدف الوحيد اللي موجود هو ليما فقط لغية وبالتالي تفق معك 100% صراحة خالد مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة أنك ما تلقاش لعب يساعد أو أجنبي يساعد ليما في الواصل فإنه غريب هذا الموضوع غريب تخيلة زبير جدا جدا الهدفين هدف من ليما ضرب الجزاء والهدف اللي جابه أرميرو بينتي الهدف بضربة رأسه أو رخه لعب الواصل رؤوس الحربة إذا كان هنريكا أو بوتكير أو إيه لعب علي صالح نفس الموضوع بتتكلم على فرقة يا جماعة نحتاج عناية شوية في الاختيارات بتاعة لعبة الواصل مش معقولة كل السنة نقوله هيبدأ ينافس ينافس وبعد كده لقى الواصل دون تحت صديقنا مؤمن يقول متى يستيقظ الامبراطور من سباته والله حسيناء يستيقظ في النص ساعة الأولى وفي الشوط الأول من مباراة الشرق ولكن للأسف النتيجة كانت يعني والشكل العام والنهاية المباراة كانت محبطة بشكل رهيب جدا جدا على كل هتعثر على الهلمن؟ طبعا تأثر لأن المباراة مش مشترح مخالدة وراء بعض كل خمس أيام مباراة أنا اللي حب ينافس لازم يستيقظ ولازم يرجع ولازم يواصل العمل يشتغل على أخطاء دفاعية شفناه مشتهد هلمن ولكن الضربة كانت موجة على الجماهير ولللاعبين وحتى الهلمن نفسه هل هيستمر الواصل على ليما؟ بصراحة شؤال لإدارة الواصل طبعا لما هو الكل في الكل لا بالآداء مش بالأهواء